اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ان الرؤية الثاقبة والتوجيهات الحكيمة لجلالة الملك المفدار عاه الله في ظل العهد الزاهر لجلالته جعلت الشعب البحريني شريكا اساسيا في صنع القرار الوطني عبر ممارسات ديمقراطية حضارية ومؤسسات قانونية وارادة دستورية حرة بجانب حرية الرأي والتعبير المسؤولة واحترام تعددية الاراء الملتزمة بالثوابت الوطنية جاء ذلك خلال مشاركة معاليها ووفد مجلس النواب في الجلسة الختامية للمنتدى الدولي لتطوير النظام البرلماني المنعقد في العاصمة الروسية موسكو والتي شهدت حضور فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واضافت ان مملكة البحرين سباقة ورائدة في مجالات التطوير والتنمية المستدامة وان استثمار التحول الرقمي شهد اهتماما رفيعا من الدولة من خلال العديد من البرامج والمبادرات المتميزة في ذات الخصوص مضيفة ان مجلس النواب يدعم استثمار التحولات الرقمية مع تسخيرها بشكل ايجابي لصالح الوطن وبناء المجتمع واشارت ان مملكة البحرين تول اهتماما بالغا بالنمو الاقتصادي من خلال بنية تشريعية وتنفيذية عصرية ومتطورة بجانب طرح برنامج التوازن المالي الذي ساهم في تعزيز المكانة المالية والاقتصادية لمملكة البحرين واعربت معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تشهده مملكة البحرين من تطور وتقدم واهتمام متميز بكافة مجالات التنمية المستدامة بفضل الرؤية الملكية السامية وجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو رئيس الوزراء ومؤازرة سمو ولي العهد بجانب العمل المضني والمستمر لكافة مؤسسات الدولة ورغبتها في تحقيق المزيد من المنجزات والمكتسبات للوطن والمواطنين ترجمة نانسي قنقر